يعمل الأردن بقيادة جلالة ملك عبد الله الثاني مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية ومن ضمنها حلف الناتو على إيجاد أرضيات مشتركة لحل النزاعات التي يعانيها عدد من الدول والشعوب بالطرق السلمية هذا ما أكده رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال لقائه وفدا برلمانيا يمثل لجنة الدفاع والأمن حول أمن المستقبل وقدرات الدفاع التابعة لحلف شمال أطلسي الناتو وأشار الرزاز إلى الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استضافة مجموعات كبيرة من اللاجئين كان آخرها موجة اللجوء السوري من جهتهم رئيس وعضاء الوفد البرلماني للناتو أوضحوا أن الزيارة إلى الأردن تستهدف الوقوف على مجالات التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تطويرها ورؤية الأردن للأحداث الجارية في المنطقة وأولويات السياسة الخارجية الأردنية